طيب أنا عايز حاجة تقرر لنا كده السيناريو الأنسب والأمثل من وجهة نظرك أنا عندي الأهلي كشر عن أنيابه يعني أعتقد أن الأهلي مع مسلماني كشر عن أنيابه وبقى واضح بشكل كبير أنه النادي على كل مستويات أرقام وأنا مش بكلم على فكرة وجهات نظر أو أراء يعني أنا بكلم على أرقام تقول أنه الأهلي فرأت إيلا جدا ونتيجة المواجهة مع الوداد في قبل النهائي ومعروف طبعا أن الوداد واحد من أكبر عنديات أفريقيا تؤكد أنه الأهلي في مستوى من الجاهزية عالي جدا ده بالنسبة لي مصدر اطمئنين وفي نفس الوقت مصدر خطور أولا الفرأة الثانية هتبقى قرية ده بشكل كبير أو يعاملة للأهلي ألف حساب سواء كنا بنكلم على رجاء أو زمالك وهسألك برضو بالنسبة للفرأتين أنت تفضل أنه الأهلي قابل 100 نمرة اتنين أخاف كمان أنه ده يعلي قوي من مستوى الثقة فيقلل شوية من مستوى التركيز وبقى فيه نقطتين نقطة أنا اتكلمتك فيها قبل الهوى أنه أحيانا بعض مننا بيطلع ويقول الناد الأهلي أنا عايز أنا وانا مسافر عايز أطلع بالنتيجة الإيجابية الناد الأهلي ما يعرفش غلال فوز نتيجة إيجابية يعني إيه؟ يعني أنت بتدي رسالة للجمهور ورسالة للعيبة بتاعتك أنك إنت لو تعادلت ده بالنسبة لك كويس وده طبعا ده يرضي لا طموح الناد الأهلي ولا جمهوره ولا قدرته ولا جهازه الفن بس أنا كنت رايح المغرب ونفسي نرجع هناك بتعادل الإيجابي يعني نفسي نرجع معك متعدلين واحد واحد نرجع متعدلين اتنين اتنين لكن سنالي الفوز ما كانش متوقع قوي مع الودات في مباراة تربية أولادنا من الصغر بنربيهم على كده الفوز مع الأداء أنك إنت لازم تبقى بتفوز والخصم ما هو المنافس مهما كان قدره أنت مع اللعب الجماعي مع عيلة الناد الأهلي مع الأداء الفني أنت بتتمرن أحسن تمرين المقابل المادي بتاعك الدعاية بتاعتك الشهرة بتاعتك كل العوامل اللي بتساعدك على النجاح الناد الأهلي بموفرها لك إيه اللي نقصك أنك إنت رايح الودات تكسب الودات في الودات إيه اللي نقصك ما فيش حاجة نقصك إطلاقا الظروف الملعب زمان مثلا في 82 لما كابتن جوري خد البطولة الأفريقية كان ملعب أنت نزلت في ملعب ما فيش ملعب تقريبا والناس يعني عاملة سحر وحاجات والأرض ما فيش أرضية أنت روحت هناك وجبت التعادل وانت كسبين هنا ثلاثة آه يبقى هنا فيه نتيجة إيجابية آه لأن ما فيش لفندق ولا أكل ولا صفر ولا يعني وعوامل طبعا ما فيش نور حروف كلها معاكسة بشكل لما يكون الملعب ملعب كويس وبرضو من خلال حضرتك بنوجه التحية لفريل وداد على اللعب النظيف الفريتين بعد الماتش بيتبادلوا تشيرتات الشعب المصري والشعب المغربي على أعلى مستوى من الحب والثقافة والارتقاء